أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماعة والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطبة فإذا هو خصيل مبين والأنعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريمون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكون وبالغيه إلا لشعر أنفس إن ربكم لغوف رحيم والخيل والبغان والحمير لتركبوها وسينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما أن لكم منه شرار ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به السرع والسيتون والنخيل والأعناب ومن كل السامرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشخص والقهر والنجوم والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لهم طريا وتستخرجوا منه إن يتا تنبسونها وترى القلق كبوافر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تريد لكم وأنهارا وشغلا وشغلا لعلكم تهتدون وعلى آمات وبالمجن هم يهتدون أفلن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تنشوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون لأدون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان والذين يدعون لأدون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان وما يشعرون أيام يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوههم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطر الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يطلونهم بغير علم ألا شاء ما يسرون قد مكر المذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم مستقف من فوقهم وأتاهم العناب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخسيهم ويقول أين جركائي الذين كنتم تشابون فيهم قال الذين أوتوا العلم إما الخزي اليوم والسوء على الكافرين المدينة توفىهم الملائكة ظالمين أنفسهم فأبقوا السلام ما كنا نعمل من شوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فنبئسة والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين جنات عدن جنات عدن يدخلونها تجري منها تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة ضيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم شيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستغفرون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من عدونه إليها شيء نحن ولا آباؤنا ولا حربنا من دونه إليها شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهد على الرسل إلا الملاغ المبين ونقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنموا الطارات فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فاشيروا في الأرض فانضروا كيف كان عاقبة المكثبين إن تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا من الله وأقسموا من الله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يمرون بدا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين له الذي يختلفه لفيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا بشيء إذا أردناه أن نقول له وطن فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنا ولهجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليكم فاسألوا أهل ذلك إذا كنتم لا تعلمون بالبينات والسبر وأنزلنا إليك الفكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخشف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما مهم بمعجزين أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرغوف رخيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشماء لسجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يشدد ما في السماوات وما في الأرض وهم دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فرقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى لين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهمون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وذلك من نعمة فإلى الله ثم إذا مسكوا الطر فإليه تجهرون ثم إلا كسب الطر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آت إلىهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البلاد سبحانا ولهم ما يستهون وإذا بشر أحدهم بالنفا ول وجمه رسودا وكظير يتواغى من القوم من سوء ما بشر أَيُمْسِكُهُ عَلَامُونِ أَمْ يَتُسْمُوا فِالتُرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤْخِرُوا اللَّهُ الْنَاسَ بِظُلِّهِمْ مَا تَرَكْ عَلَيْهَا مِنْ دَابًا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكررون وتصف ألسلتهم الكذب وتصف ألسلتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم أرى أنهم مفرطون تَاللَّهِ لَقَدْ رَسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَمُهُ الشَّيْطَانُ فَزَيَّنَ لَمُهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَلَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُمَيِّنَ لَهُمُمُ الَّذِي اختْنَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْذَا عِيَابِهِ الْأَرْضَ مَعْتَ بَعْتِهَا إِنَّ فِي ذَلَكَ لَهَا يَتْلِقَ وَمِنْ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِذْرًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُورِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَهٍ لَبَلًا خَالِصًا لَبَلًا خَالِصًا سَائِظًا للشاربين وَبِنْ ثَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْ مُسَكَرًا وَنِسْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِنَا النَّحْلِ أَلِتَّخِذِهِ مِنَ الْجِبَالِ مُيُوتًا وَبِنَ الشَّجَلِ وَمِمَا يَعْنِ شُمُونَ ثُمَّ كُنِّي بِنْ كُلِّ الثَّرَاتِ فَسْلُكِ شُمُونَ رَبِّكِ ذُنُونَا يخرج من بطولها شرار مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أغذر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في إشواء أفبنعمة الله يجهدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفادا ورزقكم من الطيبات أفبن برد يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تطربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا ملوك لا يقدر على شيئا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه شرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهم ما أبكر لا يقدر على شيئا لا يقدر على شيئا وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه وأيما ما يوجهه لا يأتي بخير هل يستغين ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله ضيب السماوات أعلم وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمتاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم شكلا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأغمارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لها حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنالا وجعل لكم شرابين تقيكم الحر وشرابين تقيكم بحسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تغلوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث بها كل أمة شهيدا ثم لا يؤذل للذين كفروا ثم لا يؤذل للذين كفروا ولا هم يستعتقوا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينطرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلب وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب مما كانوا يفسدون ويوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على آبنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شهيد تبيانا لكل شهيد وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْ لِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِلْتَاءِ مِنْ قُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَوْدِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ وَأَوْفُوا بِعَدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَسْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُرْوَةٍ أَكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِي أَغْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْنُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَوْ بَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَفْتَنِفُونَ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا تيضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألهم عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمه بعد ثموتها وتنوم السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعيد الله ثمنا طليلا إنما عند الله هو خيرا لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يا فدوى ما عند الله باق ولنجزئنا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو نسا وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزئنا من أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاشتعذ بالله من الشيطان الخجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولهون والذين هم به مشيكون وإذا بدلنا آية مكان آيتهم والله أعلم بما ينسل قالوا إنما أنتم اختر بل أكثرهم لا يعلمون قل لذلك روح القدس لربك للحق ليتبت الذين آمنوا ومتوا وبشرى للمسلمين ولقد معلم أنهم يقولوا لهم ما يعلمه بشر لسال الذي ينهدون إليه أعجميهم وهذا لسال عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك أم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب العظيم ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يدد قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبا صالهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك من الذين ناجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريتا كانت آمنة مطامئنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكرموه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا منا رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إيا كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تغدبا لحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا العالي فإن الله غفور رحيم وما تقولوا لما تصف ألصنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا طليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين آدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن أكانوا أنفسهم يطلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجمالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعوبه اجتباه ومداه إلى صراط مستقيم وما تيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما تعنى السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعوة الحسانة وجهد الأنب التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لنو خير للصابين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيط مما يبقون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذي لهم محسنون ترجمة نانسي قنقر